مساء الخير دخل قانون قيصر الامريكي حيز التنفيذ بات للولايات المتحدة سياسة يفترض انها واضحة تجاه الشان السوري قبل ذلك بدأ في عهد اوباما وحتى في بداية عهد ترامب ان الولايات المتحدة تنأى بنفسها عن اي انخراط مباشر او واسع داخل الاوحال السورية في ديسمبر الماضي وقع ترامب قانون قيصر الذي صدر عن الجمهوريين والديمقراطين في الكونغرس الجديد ان القانون اضافة الى معاقبته النظام في سوريا فهو هذه المرة يعاقب كل من يتعاون او يدعم النظام في دمشق وعلى هذا بدأ ان المنطقة برمتها تعيد التموضع وفق هذا المعطى الكبير لا اموال خارجية بالامكان التعويل عليها لعادة اعمار سوريا قبل تسوية متوازنة تنهي الكارثة في هذا البلد في المعلن ان واشنطن ما زالت كما حالها تماما مع ايران لا تريد اسقاط النظام في دمشق المبعوث الامريكي الى سوريا جيمس جيفري تحدث عن عرض قدمته بلاده الى الاسد قيصر يمنع حلفاء واشنطن قبل خصومها من مد يد الدعم الى دمشق الامر يطال اطرافا مثل سوريا مثل روسيا والصين واوروبا لكنه يطال خصوصا اطراف قريبة لا سيما تلك في لبنان قيصر فصل على مقاص دمشق لكنه ايضا ايراني الهوى يسلط صيفا فوق رأس حزب الله في لبنان وربا متسائل عما ايقظ واشنطن من سباتها السوري بحيث باتت المنطقة تهتز على وقع زلزال قيصر نقاش ابعاد من واشنطن مع الاستاذة حنين غدر الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى ومن اسطنبول الاستاذ احمد رمضان عضو الهيئة السياسية في الاقتلاف الوطني السوري من موسكو الدكتور هاني شادي المختص في الشأن الروسي ومن بيروت الاستاذة محاسم مرسل الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي سوريا زلزال قيصر بعد الفاصل سوريا زلزال قيصر نقاش هذا المساء من واشنطن اسطنبول موسكو وبيروت بعد هذا التقرير يؤشر قانون قيصر الذي صدر عن الكونغرس بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي الى ان الامر يقدم واجهة جدة وجديدة لتعامل السياسة الخارجية الامريكية مع ملف سوريا وفي روحية قيصر الذي يعاقب نظام دمشق تصويب مركز على الاطراف الاجنبية المتورطة بدعم النظام لسيما الدول التي تدخل مساعدة لدمشق او تلك التي تخطط للاستثمار في سوريا صدور قيصر وتوقيت دخوله حيز التنفيذ هو قرار سياسي بامتياز لم تعوز الولايات المتحدة الحجة منذ اندلاع الازمة في سوريا عام 2011 ومع ذلك انسحبت ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما من اي تورط في سوريا واسقطت خطوطا حمر كانت رفعتها وارتحت لتدخل روسيا العسكري واكتفت بتفاهمات الثنائي سرغي لافروف وجون كاري وحتى حين دخل دونالد ترامب البيت الابيض فانه تبنى سياسة منكفئة عن الشأن السوري وظهر ان القصف الصاروخي الامريكي الذي استهدف عقابيا مواقع لنظام السوري كان من قبيل رفع العتاب ولم يكن مهددا للقوة العسكرية لدمشق على هذا فان واشنطن قررت في هذا التوقيت بالذات وبمناسبة الصور التي حملها الجندي المنشق قيصر حول التعذيب في سوريا الانقلاب على سياستها السورية السابقة من اعراض ما هو جديد ان مفتاح اي تسوية في سوريا بات في يد واشنطن وليس في يد موسكو وان غض الطرف الذي مارسته واشنطن وحلفاؤها عن المقاربة العسكرية الروسية في سوريا لن ينسحب على التسوية السياسية التي تسعى موسكو لانجازها كشفت ازمة الدولار المندلعة منذ شهور في لبنان ما لامر كهذا من تداعيات قاتلة لاقتصاد سوريا وكشف هلع حلفاء دمشق بزعامة حزب الله من ذلك القيصر حقيقة ما تحمله واشنطن في جعبتها من ذخيرة قانونية سيقلب تفجيرها موازين القوى المرتبطة بمستقبل سوريا وإذا انتقل مباشرة الى موسكو مع دكتور هاني شادي المتخصص في الشأن الروسي دكتور هاني شادي هناك من يعتبر اهلا وسلام بك اولا في ابعاد هناك طبعا من يعتبر ان كل هذا الضجيش حول قيصر هو بمثابة تفاوض من نوع اخر مع موسكو وليس مع دمشق ما رأيك؟ اعتقد هي رسالة في الاساس لموسكو حتى يتم تغيير الرؤية الروسية للتسوية في سوريا والتي استعادت فيها كما نعلم على الاقل حتى الان موسكو بمؤتمرات استانة استعادت بهذا المؤتمر او جولات استانة عن جنيف ومقررات الامم المتحدة فهي رسالة مواجهة الى موسكو في الاساس للتأثير على الرؤية الروسية وايضا لازهار ان الولايات المتحدة لن تترك الموضوع السوري يمر مرور الكرام وان تستحوز روسيا على الكعكة بشكل كامل دكتور هاني ان الولايات المتحدة ملاحظة مهمة جدا لانه دايما كان تحليلنا ان الولايات المتحدة كانت موافقة وراعية للتدخل الروسي في سوريا وانه حتى كل المنظومة الغربية تحدث عن الاوروبيين ايضا سكتوا عن كل السلوك الروسي العسكري والديبلوماسي في سوريا فجأة خرج علينا قيصر هل هذا يعني ان الولايات المتحدة عائدة بثقلها الى سوريا وهل يعني ذلك ايضا ان روسيا قد تسلمت هذه الرسالة عفوا ان روسيا نعم نعم وصلت هذه الرسالة الولايات المتحدة تحاول العودة عن طريق التسوية السياسية خاصة ان قانون قيصر كما نعلم ينص على ضرورة تطبيق القرار 2254 ومجموعة من المطالب لنظام الاسد وامريكا على ما يبدو تراهن ان تضغط موسكو بشكل اكبر على نظام الاسد حتى يلبي هذه المطالب ولكن من الناحية الاساسية هناك رؤية على ما يبدو امريكية تتضح او تضح تدريجيا فيما تعلق بالتسوية في سوريا وهي رسالة تقول لموسكو اذا كنت تريدين الحفاظ على مصالحك العسكرية في سوريا بالمناسبة بين قوسين الولايات المتحدة على ما يبدو لا تعترض على الوجود العسكري الروسي ولكن تعترض كما نعلم على الوجود العسكري الايراني والميليشيات ولكن الولايات المتحدة تقول لموسكو اذا اردت ان تحول هذا الانجاز العسكري بالوصول الى المياه الدافئة الى انجازات سياسية فعليك ان تلتزم وتتفاوض وتغير بعض من الرؤية السياسية الخاصة بك حتى يتم تطوير عملية التسوية وانجازها عن طريق انتخابات تحت اشراف الامم المتحدة وهكذا اعتقد ان موسكو تسلمت هذه الرسالة وخاصة ان هناك احتمال ان تخضع شركات روسية لعقوبات في الفترة القادمة بالمناسبة استبق الكريم للتطبيق او سريان مفعول هذا القانون قبل اسبوع وعبر عن امله كانت الصيغة غريبة بعض الشيء ليست بها شدة وعنف التصرحات ونارية التصرحات الروسية عبر عن امله ان لا تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا وكان يقصد في هذا الوقت قرب سريان مفعول قيصر ومن ثم اعتقد ان موسكو لطقت الرسالة واعتقد ان موسكو تسعى في الحقيقة في نهاية المطاف للحوار مع الولايات المتحدة من متابعة للقيادة السياسية الروسية على جميع المستويات هي ترى انه لا حل في سوريا الا عن طريق التفاهم مع الولايات المتحدة ومن ثم سنرى ماذا سيحدث سعود لك لأسألك عما تستطيع روسيا ان تفعله او تريد ان تفعله في سوريا لكن مهم جدا ان نذهب الى واشنطن مع الاستاذة حنين غدار وذكر بانك باحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى سؤال البديه الغريب طبعا نوعا ما ان واشنطن لم يكن ينقصها اي حجة منذ عام 2011 حتى الان كانت تقول ان هناك انتهاكات كان سفيرة في دمشق يزور اساس المتظاهرين في حمص هو يرسل ببياناته ويطلع القيادة الامريكية على ذلك ومع ذلك لا ادارة اوباما ولا ادارة الرئيس ترامب في بداية عهده اهتمت كثيرا للشأن السوري لا بل اكثر من ذلك كان كل الكلام عند ترامب انهم سيريدون الانسحاب اريد ان اعرف ما هو هذا التوقيت السياسي لصدور قيصر مساء الخير طبعا هلأ هو مش قصد فيه توقيت هلأ محدد يعني قانون صيد قيصر اقرب ديسمبر 2019 وهو لتم الموافقة عليه بالكونجرس اخذ وقت طويل يعني قانون قيصر اذا بدك البروستس طبع قانون قيصر هي بلجت من زمان كتير من اكتر من سنة فهي خلصت سيئبت انه خلصت هلأ البروستس هلأ ودخل حيز التنفيذ لانه مفروض هو بعد 180 يوم من الامضاء بيفض حيز التنفيذ وهذا الشي صار هلأ طبعا هيدا الادارة مهتمة بالضغط على بشار الاسد وايران وحزب الله والمليشيات الشاعية بالعراق ولبنان بالسورية طبعا اكتر من ادارة اوباما وقانون قيصر يعني هو الفرق اذا بدك يعني القانون هلأ اخر كيف يستعمل القانون بتفرق بين اوباما وادارة ترامب بس القانون يعني بنفس الوقت نحن بنعرف انه هو وافق عليه اغلبية الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين يعني هي ما له علاقة بالادارة الحالية هي له علاقة بالكونغرس وبالبروسيس واللوبينغ اللي صار بالميلتين تجاهه هلأ اي قانون عقوبات ممكن يتطبق وممكن ينحط بالواجهة وممكن ينحط بالخلفية هلأ الادارة اليوم ادارة ترامب واضح انه هدفه الاساسي هو الضغط على ايران فممكن هذا الانون يستعمل الضغط على ايران بس هو توقيته طبيعي يعني خلصت البروسيس والمضى ومرأة للمدة الزمنية المناسبة وطلع الانون طيب سيد الحنين طبعا مهم جدا انه تتحدثي عن ان يعني روحية هذا القانون في معاقبة ايران ايضا لكن هناك تجربة سابقة في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران السؤال الان هذه العقوبات ضد دمشق ما الذي سياليها هلأ طبعا احنا بنعرف انه ادارة ترامب السياسة الاساسية تبعها هي سياسة العقوبات يعني فيه ناس بقولوا ان العقوبات هي منع سياسة هي ادات للسير بالسياسة معينة بس واضح انه هذه الادارة هي من عدم مقتل قتل سليماني بالعراق هذا كان الحدث الوحيد اللي برات هذه السياسة هي عقوبات هي بلشت عقوبات على ايران واليوم نشوفها على بشار الاسد والتالي باعتقد هو المزيد من العقوبات على ايران وسوريا وحزب الله في لبنان وحلفاء حزب الله في لبنان يعني هذا مثلا من الناحية اللبنانية الكل عم بشوف انه قانون قيصر ومجنسكي اكت اللي هي كمان يستعمل من شين فرض عقوبات على الفاسدين بمناطق الاقتصاد عم بيعاني فيها مثل لبنان يعني هيدول اتنين اليوم صاروا عندك اداتين للضغط على حلفاء ايران في المنطقة يعني بالعراق ممكن نشوف مزيد من العقوبات على حلفاء ايران بسوريا قانون قيصر بده يتطبق وبالبنان منشوف اكتر عقوبات على حزب الله وحلفاء حزب الله اكتر من العقوبات ما بعتقد حيكون في ضغط اكتر بس العقوبات لحد هلأ عم تتوصل الادارة للضغط على ايران باتجاه المقاوضات وقمعنا ارستاذ حنان سأسألك ممكن لاحقا عن هذا الدور الحيوي اذا كان هذا قيصر يؤشر الى دور اخر للولايات المتحدة في سوريا وفي المنطقة لكن واضح جدا ان هذه العقوبات ايضا تطال النفوذ الايراني بما فيه النفوذ الايراني ايضا داخل لبنان هي مناسبة لانتقال الى بيروت مع الأستاذة محاسن مرسلة صحفية متقصصة في الشأن الاقتصادي أستاذ محاسن اهلا بك كان واضح جدا ان حالة الهلع وحالة التوتر المرتبطة بقيصر هي في لبنان اكثر منها في سوريا او في اي منطقة اخرى الى اي مدى هذا القانون فعلا سيكون له تدعيات مباشرة على لبنان على الاقتصاد اللبناني وعلى اللبنانيين انفسهم نعم مساء الخير يعني بطبيعة الاحوال الاقتصاد السوري يتنفس اليوم من خلال الاقتصاد اللبناني سواء من خلال القطاع المصرفي ومن خلال ايضا النقد اللبناني وايضا من خلال الحاجيات الاساسية الاستهلاكية لنظام بشار الاسد للأسف حالة الهلع هذه ترجمت في الاسابيع الماضية عندما استعر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية وصل الى حد السبع تلاف ليرة لبنانية اي ما يعني في القابل كانت السبع تلاف وخمسمائة ليرة لبنانية تضاهي خمسة دولار ولكن اصبحت تضاهي دولار واحد تم هذا الامر في منطقة اشتورة هي في منطقة البقاع الاوسط وعمليا هي منطقة محورية تتمركز فيها قطاع الصيرفة وايضا من خلالها وايضا في منطقة مجد العنجر وهي مناطق يتم الانتقال عبرها الى الداخل السوري او الى منطقة المصنع يفسر هذا الامر بالاقبال الشديد على شراء الدولار من السوق اللبنانية من قبل التجار السوريين وايضا من قبل كبار الممولين السوريين لسيما المحسوبين على نظام بشار الاسد عندما انعكس الامر على ازدياد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بدأت الليرة السورية تشهد هبوط تجاه هذا الامر للأسف لكن أستاذ محاسسة وكانك تشرحي ان الامور ذاهبة باتجاه ابقاء هذا المنفذ التهريبي للدولار من لبنان باتجاه سوريا حتى ما بعد قانون قيصر ولا عارف إذا كان هؤلاء الصرفين يخشون هذا القانون للأسف أستاذ الكريم هناك في لبنان ثلاث طرق يتم تهريب الأموال عبر السورية سواء بطريق مباشر كما قلت لك من خلال تبديل العمولات سواء الليرة السورية بالدولار الأمريكي على الأراضي اللبنانية أو حتى مقابل شراء الليرة اللبنانية من ثم استبدالها بالدولار الأمريكي وهناك الأصعب من هذا الأمر هو استنزاف الاحتياط لدى مصرف لبنان كما تعلم مصرف لبنان يمول اليوم وعلى سعر 1500 ليرة اعتمادات مستندية لكل من القمح والمحروقات وأيضا الأدوية تقدر قيمة نزف العملة الأجنبية إلى الداخل السوري من هذه والتي تمول كما قلت لك من موجودات مصرف لبنان القابلة للاستعمال ما بين 400 مليون دولار إلى 600 مليون دولار وهذه الحركة ناشطة عبر المعابر غير الشرعية وتتم على مرأة ومسمع من حزب الله وكما معروف أصلا 124 معبر غير شرعي هي تحت سيطرة وهيمنة حزب الله وأيضا تتم بتغطية النظام اللبناني الحالي وهذا يتم بطرق غير شرعية أيضا هناك الطرق الشرعية والقادية هل قانون قيصر سيكون رادع أم أنه مروج أكثر لهذه المنافس غير الشرعية للأسف آمل أن لا تذهب السلطة في اتجاه مواجهة مع أمريكا فيما يتعلق بموضوع قانون قيصر والالتزام فيما يتعلق بوقف أي تهريب عبر المعابر غير الشرعية وهذا الأمر كان واضح من ناطقين بلسان وزارة الخارجية الأمريكية قالت بأن أي معاملات شرعية لا تدخل بالنظام السوري سواء في قطاع الاقتصاد والمال لن تطالها العقوبات أم أي قطاع سيتم بدعم بشار الأسد سيطاله قانون قيصر حتما لمحال آمل أن تقف وأشك بهذا الأمر حاليا حركة التهريب عبر المعابر غير الشرعية ولكن امتصاص الدولار من السوق المحلي اللبناني لتغذية نظام بشار الأسد لشراء المواد الاستهلاقية أعتقد أنه من أصعب الأمور أن يتم سأحاول أكثر معك أستاذ محاسن أفهم في القسم الثاني إذا كانت السلطات اللبنانية بيروت تلقت فعلا أشياء واضحة من الولايات المتحدة ومن سفيرة الولايات المتحدة في بيروت في هذا الشأن بعد الفاصل سوريا زلزال قيصر نقاشوا أبعاد لهذا المساء أعود إلى دكتور هاني شادي من موسكو هناك طبعا كلام كثير عن أن ما هو مطلوب من روسيا هو إيجاد التسوية المتوخات لكي يفرج هذا الغرب عن أموال إعادة الإعمار وبالتالي التسوية المتوخات هي تسوية متوازنة تكون المعارضة جزء منها وهناك أيضا ما يقال أنه مطلب أمريكي بأن على روسيا أن تضغط لإخراج النفوذ أو تقييد النفوذ الإيراني في سوريا سؤال الأول هل روسيا تستطيع؟ وهل روسيا تريد ذلك أيضا؟ بالنسبة لموضوع إيران نعتقد أن روسيا لها مصلحة نسبية بالطبع في تقليص النفوذ الإيراني في سوريا ولكن برأي الشخص لا تستطيع أن تني هذا النفوذ الإيراني بشكل كامل كما نعلم برأيك دكتور هاني ألا تعرف الولايات المتحدة أن روسيا لا تستطيع إخراج النفوذ الإيراني من سوريا؟ بشكل نهاية الولايات المتحدة أعتقد أنها تعرف ولكنها تضغط في كل الأحوال لعل وعسى ولكن لابد أن أشير قبل الإجابة عن هذا السؤال إلى أن روسيا تراهن على تقلبات الإدارة الأمريكية في تنفيذ هذا في تطبيق هذا القانون قانون قيصر هنا يراهنون على ذلك يعرفون أن الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي هو متقلب يمكن أن لا يسرع تطبيق هذا القانون حتى الانتخابات القادمة ويبدو أن لدى موسكو تصور أن ترامب قد يحتاج إلى مساعدة موسكو في الانتخابات القادمة هذا تصور يجري ترويجه في بعض وسائل الإعلام الروسية إذا عودنا إلى موضوع إيران روسيا لها من ناحية مصلحة نسبية في تخليص هذا النفوذ ولكنها لا هي عطرفت أكثر من مرة أنها لا تستطيع أنتونيا هذا النفوذ بشكل كامل يكفي أنها تمكنت كما نعلم من إبعاد إيران والميليشيات الإيرانية عن الحدود مع الجولان المحتل وهذا كان بتوافق أمريكي روسي كما نعلم لخدمة إسرائيل هذا تم ولكن إخراج النفوذ نحن نعلم أو كما نسمع أن إيران تغلغلت في المجتمع الروسي بشكل كبير اجتماعيا ودينيا وثقافيا بجانب التغلغل العسكري وأود الإشارة أيضا أن التدخل الروسي العسكري في 2015 إلى في سوريا كانت وسائل أعلام روسية كثيرة كتبت أن إيران دعت إلى التدخل العسكري الروسي بعد أن لو تذكرنا كان نظام الأسد كاد أن يسقط عمليا في 2015 فإيران دعت حتى قيلة في روسيا عبر بعض وسائل الإعلام أن قاسم سليماني نفسه جاء إلى موسكو والتقى بمسؤولين روس بالنسبة دكتور هاني مهم جدا طبعا دكتور هاني أشارت أنت في إجابة سابقة أن الولايات المتحدة يبدو أنها غير معترضة على الوجود العسكري وحتى النفوذ الروسي في سوريا لكن على الأقل عندما نتحدث عن عقوبات على كل ضد كل من يستثمر لصالح النظام في سوريا نتحدث عن دولتين أساسا تستثمرهم في هذا البلد روسيا وإيران هل موسكو مدركة أو لديها معطيات معينة أن واشنطن فعلا سترفع من عقوباتها ضد موسكو في هذا الشأن أعتقد أنها على قناعة بأن الولايات المتحدة يمكن أن تفرض على شركاتها عقوبات في أي لحظة نحن نعلم أن روسيا منذ 2014 هي تحت العقوبات بسبب الأزمة مع أوكرانيا ومن ثم هي لا تستبعد هذا الأمر موسكو ولكن أود أن أشير إلى نقطة هامة لو تذكرنا قبل سنة أو سنة ونصف روسيا كانت تدعو لاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة في عادة إعمار سوريا روسيا في حقيقة الأمر لا توجد لديها فوائد مالية ضخبة لكي تعيد إعمار سوريا ومن ثم هي كانت تراهن على أن يتم جذب الاتحاد السوفيتي والاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية والأمريكية والتوافق على تقسيم الكعكة الاقتصادية على أساس أنها تسايل الإنجاز العسكري التي تراها عبر وجود قاعدتين عسكريتين روسيتين دائمتين عمليا في سوريا إلى إنجازات سياسية وإنجازات اقتصادية روسيا لا توجد لديها أموال أو فوائد كبيرة لكي تضخها أعتقد أن إيران أيضا لا توجد لديها مثل هذه الأموال لكي تضخها ومن ثم هذا القانون إذا طبق لأننا كما نعلم أن بالطبع سوف يعوق أي عملية إعادة إعمار بدون موافقة الولايات المتحدة سأذهب بكتور هاني بناء على ملاحظتك بكتور هاني أن ترامب قد يكون متقلب في هذا الشأن سأريد أن أذهب إلى الأستاذ حنين غدار في هذا الشأن هذا القانون أستاذ حنين وحضرتك تعرفين أكثر مني لم يصدر عن البيت الأبيض وصدر عن الكونغرس صدر عن الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وبالتالي هناك من يعتبر أنه صدر عن أمريكا عن الدولة العميقة في الولايات المتحدة هل هذا يعني أن الولايات المتحدة تريد أن تلعب دورا آخر حيوي في المنطقة وبما فيه الموضوع السوري يعني بشكل يتناقض تماما مع الانكفائية الأوبامية والترامبية قبل ذلك طبعا هذا السؤال بترح نفسه يعني اليوم لماذا الموضوع السوري هو بيبين أنه من فترة أمريكا عم بتشيل إيدها من سوريا ولكن بغض النظر عن قرارات ترامب بسحب جنوده من سوريا بقى مجموعة من الجنود الأمريكيين بسوريا وهذا واضح أنه أمريكا بعدها موجودة بسوريا وحتى لو كان العدد كتير قليل عم يقدروا يلعبوا دور كيفي لا يمنعوا نظام الأسد يكون عنده إيد على مصادر السرو الأساسية بسوريا يعني حتى لو كان عدد صغير كيفي لا يقدر يكون عندهم دور بسوريا واليوم بشار الأسد يعني هيدا القانون كتير أساسي القانون قيصر هو بده يضغط على بشار الأسد من ناحية إعادة الإعمار وواشنطن حتى لو كان قبل مبين أنه هي منى سوريا ضمن أولوياتها من أول ما بلشت هذه الإدارة هي واضحة مع الأوروبيين كمان واضحين ومع الكل واضحين بالمنطقة أنه إعادة إعمار سوريا بوجود بشار الأسد هي ممنوعة وهذا الضغط كان صعام بيصير حتى قبل إمضاء الأقانون في ضغط على سوريا على كل حدا ممكن يفكر بمشاركة بإعادة الإعمار بسوريا أنه في ضغط أمريكي وهيدا القانون برسخ هيدا النظرة الأمريكية تجاه سوريا وإعادة الإعمار يعني اليوم أي شخص كان ممكن يكون عم بفكر بالدخول إلى سوريا والسوق السوري من خلال إعادة الإعمار اليوم هذا الأمون قال له أنه ما فيك بس هيدا منه جديد لأنه هيدا سياسة أمريكا صار لفترة يعني مش مخصة بالأنون خاصة بموضوع إعادة الإعمار واشدهم واضحة أمهم جدا عندما قلت ما بحفظ كان كلام دقيق أن الولايات المتحدة تقول للجميع أنه لا يمكن الإفراج عن أموال إعادة الإعمار بوجود بشار الأسد علما أن المنابر الأمريكية بما فيها جامس جفري المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا يقول أن الهدف ليس إسقاط سوريا بل أكثر من ذلك قال أن هناك عرض قدمته واشنطن للأسد ما هو تعليقك في هذا الشهر طبعا واشنطن من الأساس ولا حدا يعني بل واشنطن ولا الأوروبيين واضح أنه مش يعني هيدا موضوع تغيير النظام وإسقاط أنزمة والمجيب أنزمة جديدة بواشنطن بطلتها من زمان يعني لا إدارة ترامبو لا إدارة أوباما عملوا هذا الشيء واضح أنه ما بقى فيهم يتحملوا مسؤولية إسقاط أنزمة خاصة من بعد الحرب العراق فاليوم هي هذا الأنون هو الضغط مزيد من الضغط على الأسد مثل موضوع العقوبات على إيران هي مزيد من الضغط على النظام الإيراني طبعا إذا سقطت النظام الأسد وسقط النظام الإيراني هذا الشيء طبعا بناسب واشنطن بس هو الضغط عليهم هو الهدف الأساسي هو المفاوضات معهم بس المفاوضات مش معناتها يبقى الأسد رئيس بسوريا ويتغير شيء المفاوضات هي بدأتودتها طبعا بشكل طبيعي لتنحي الأسد بسوريا وهي دا كمان بشكل واضح يعني واشنطن كمان أعلنته العرض اللي حكي عنه جيمس جيفري هو بيتضمن تنحي الأسد من بعد انتخابات نازيها يعني بدل بدل معاقبة الأسد بمحكمة جنيات دولية هي أنهم يسمحوا له يتنحى ويفل بعتقد هذا هو العرض اللي كانت واشنطن عملته بس طبعا غير متوقع أنه الأسد يتوجيه مع هايك عروض أو أي مفاوضات طيب سيد حانين لاحقا سأسألك عن الورقة التي كتبتها في الواشنطن استيتيوت حول تداعيات هذا القيصر على لبنان وبهذه المناسبة أيضا عودة إلى بيروت سيدة محاسن محاسن مرسل هناك طبعا منهم حلفاء لسوريا في لبنان وسيكونوا متضررين مباشرة لكن هل هناك قطاعات اقتصادية لبنانية ستتدرر مباشرة نتحدث عن قطاعات لبنانية ولست قطاعات حليفة للأسد في هذا المجال يعني بالأساس هناك الكثير من الشركات اللبنانية العاملة في سوريا وأيضا حتى هناك استثمارات سورية تعمل في لبنان وتجار يقومون بأعمال في لبنان ولكنها طبعا مستطرة بأسماء لبنانية في الأمس كما قلت لك أستاذ الكريم كانت واضحة الخارجية الأمريكية قالت على الشركات أن تعيد النظر بأليات العمل إذا كانت تعمل في سوريا أو حتى في لبنان إذا وجد أي بنود أو أي تمويل بشكل مباشر أو غير مباشر لنظام بشار الأسد فهذه الشركات ستكون عرضة كغيرها للعقوبات من قانون قيصر سواء من خلال تجميد طبعا الحسابات المصرفية وصولا إلى حد الإقفال أو حتى إدراج أصحاب الشركات هذه على لائحة العقوبات حتى نفهم أكثر أستاذا محاسم تقنيا وكأنك تقولين أنه ليس كل الأنشطة الاقتصادية ستعتبرها الولايات المتحدة داعمة لنظام الأسد بمعنى أن الشركات اللبنانية بإمكانها أن تبقى تبقى استثماراتها لكن نعم نعم قالت ذلك بضوح نعم بطبيعة الأمر قالت بأن الأعمال الشرعية اللبنانية الاقتصادية لن تطالها العقوبات أيضا هناك كما تعلم هناك معبر نصيب إذ تقوم كل عمليات التصدير إلى الدول العربية من خلال هذا المعبر وهو المتنفس الوحيد والشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني عبر طبعا فيها التصدير بالبرئز أن 90% من عمليات التصدير وحتى فيما قبل قبل انطلاق الحرب في سوريا العام 2011 كان مجيء السياح العرب يتم عبر هذا المعبر هنا السؤال هل سيكون هناك مراقبة شديدة حول موضوع التصدير إلى الدول العربية عبر هذا المعبر أيضا هناك 65% من الصادرات اللبنانية هي إلى الدول العربية وكما قل 90% من حركة هذه الصادرات تتم عبر هذا المعبر أيضا هناك حركة للترانزيت حركة للترانزيت قبل العام 2011 وتحديدا في الثلث الأول من العام 2011 كان لبنان يستفيد منها بقرابة 13 مليون دولار وصلنا في العام الماضي والعام الحالي إلى 0% هناك فقط حركة عبور إلى المساعدات السورية التي تتم عبر الأراضي اللبنانية كل هذا الأمر يطرح علامات استفهام في كثير من هل ومن علامات استفهام حتى الآن ليست واضحة لم تبلغ بيروت بشكل واضح ما هو الحلال والحرام في هذا الشأن نعم عفوا لم أسمع السؤال في كلامك كثير من علامات الاستفهام هل هذا سيشمه الأولاء لكن بيروت رسميا الحكومة اللبنانية هل تبلغت رسميا عن طريق سفارة الولايات المتحدة في بيروت ما هو الحلال والحرام في هذا الشأن بالأساس الحكومة اللبنانية وزع على الحكومة اللبنانية قانون قيصر إلى اليوم لا يوجد أي موقف رسمي من الحكومة اللبنانية في الأمس كان هناك زيارة للسفيرة الأمريكية لوزير الخارجية اللبنانية أيضا في الأمس قالت ووضحت هذا الأمر عن موضوع أن الشركات الشريعية لن يطالها قانون العقوبات العقوبات تقتصر فقط على رجال الأعمال والشركات التي تدعم نظام بشار الأسد أيضا تكلمت السفيرة الأمريكية عن موضوع المساعدات التي تصل إلى سوريا والمقدرة تقريبا مليار وأكثر مليون دولار هي مساعدات إنسانية للشعب السوري سواء كان في مناطق النظام أو حتى في مناطق المعارضة أيضا اليوم قد يكون حديثها مدخل إلى أن لبنان كما تعلم نحن اليوم في أزمة اقتصادية وفي انهيار اقتصادي وقد يدرج لبنان على لائحة الدول التي ستمنحها الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مباشرة للشعب بسبب هذه الأزمة إلى اليوم لا يوجد موقف رسمي من قبل الحكومة اللبنانية كما تعلم الحكومة اليوم هي حكومة حزب الله والطيار الوطني الحر وبالتالي ممكن أن تلجأ إلى الصمت في هذا الأمر ولكن في موضوع القطاع المصرفي اللبناني الفروع المصارف اللبنانية في سوريا هي أقفلات المصارف اللبنانية حكما وحتما أي اسم يدرج على لائحة العقوبات سواء على اللائحة الصادرة من أوفاك من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يتم إقفال الحسابات وتجميد هذه الحسابات حتما وذلك عملا بالتعاميم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان 136 على 2015 و137 على 2016 هذه التعاميم حريصة على حفظ المكان المالية للدولة اللبنانية على الخارطة العالمية لا يوجد موقف رسمي الشركات بالتأكيد ستحاول إلى دراسة إذا ما ستستمر مصلحتها في العمل في سوريا وأيضا ولكن هناك بعض الشركات عدلت عن فكرة كما تعلم الكل كان ينتظر والعين على سوريا فيما يتعلق بملف إعادة إعمار سوريا اليوم هذه الشركات ستعيد النظر في الأمر إلا إذا كانت شركات لا توجد بينها أي صلة أو علاقة بالنظام أو المحسوبين على النظام أو من أفراد عائلة النظام أستاذة محاسن سأبقى في هذا المجال لكن أنقل نفس السؤال إلى واشنطن هذه المرة مع الأستاذة حنين غدر أستاذة حنين حضرتك كتبتي في الواشنطن الانستيتيوت ورقة حول تدعيات قيصر على لبنان وعلى حزب الله أولا أريد أن أسأل هل لبنان والحزب هم أهداف جانبية لقيصر أم فعلا هذا القانون يعني روحيته هو إصابة هذه الأهداف لبنان وحزب الله قانون قيصر هو صلب قانون قيصر هو سوريا وبشار الأسد وأي شخص بساعد بشار الأسد بقتل المدنيين طبعا بهذا الموضوع أي حدا باللبنان كان حزب الله ولا حلفاء حزب الله هنا ساعدوا بشار الأسد بهذا الموضوع بينطالوا بالعقوبات الناجي عن قانون قيصر ومثل ما شفنا اليوم بتسعة وثلاثين شخص اليوم صدر عليهم عقوبات تسعة وثلاثين ثمانة وثلاثين منهم سوريين وشخص واحد شركة لبنانية واحدة معناتها أنه التركيز على سوريا هلأ هذه العقوبات اللي طلعت اليوم هي الجزء الأول من العقوبات جاي غيرها وغيرها وغيرها ومتوقع أنه المزيد من اللبنانيين سينضمون إلى لائحة العقوبات ولكن هذا موضوع الموضوع قيصر هو أساسه وروحيته وصلبه هو بشار الأسد وقتل المدنيين السوريين طبعا حزب الله وحلفاء وباللبنان بينطالوا بالدفعات اللي جاي هذه محسومة طيب مواكبة القيصر أيضا ظهرت وثيقة لمركز دراسات في الحزب الجمهوري أو وثيقة لجنة دراسات الحزب الجمهوري تطالب فرض عقوبات متقدمة ضد لبنان وليس حزب الله فقط ما هي الأجواء الأمريكية هذه الأيام باتجاه لبنان طبعا طبعا هيدا الدراسة اللي قدمها لمجموعة الجمهوريين للكونغرس هيدا دراسة هيدا منها أنون ولا مقترح أنون هيدا دراسة وهي إذا بدأ يكوني مثل عم بقدم وجهة نظرهم شو فعليا لازم يصير كاقتراحات قوانين بس هيدا بعد ما وصلنا لمرحلة أنه أي شيء من هيدون ممكن يتحول لمشروع قانون بالكونغرس أولا الكونغرس اليوم منه جمهوري هو ديمقراطي فما بيقطع شيء إذا قلت ديمقراطيين مش موافقين عليه ديمقراطيين وافقوا على قانون قيصر من هيك قانون قيصر أطع بس هيدا موضوع تاني تاني شيء الانتخابات الرئاسية بأمريكا قربت كتير وصعب كتير يعني يتحول أي شيء لمشروع أنون قبل الانتخابات الرئاسية هالأد بسرعة فبعتاد هو هذا الموضوع هو بفرجيك أنه بمعنى ما أنه بعد فترة إذا كفت هيدا الإدارة وتغير الكونغرس وصار كونغرس جمهوري هيدا هيدا الأفكار ممكن تتحول لقانون بس هيدا مش هتصير هلأ قريبا يعني عنا عنا سنتين ثلاث ليصير هيدا الشيء هيدا الأفكار خاصة يعني مساعدات للجيش اللبناني وحلفاء حزب الله اللي تم ذكرهم بالأسماء هيدول هيدولي هلأ أفكار ليتحولوا القوانين مش قبل ما يتغير شكرا لك أستاذ حنين غدر الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى كنت معنا من واشنطن في القسم الأخير مع ضيوفنا من موسكو ومن بيروت ينضم إلينا أيضا الأستاذ أحمد رمضان من اسطنبول وهو عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري بعد الفاصل أبعاد في القسم الأخير سوريا زلزال قيصر نقاش هذا المساء أعود إلى موسكو دكتور هاني شادي هل تعتبرون في موسكو أو هل الإدارة الروسية تعتبر أن هذا القانون قانون قيصر هو هدية أمريكية إلى روسيا في الحقيقة لا أعتقد أنه هدية ولا يفكر الكريملين في ذلك على أنه هدية بالعكس هو يصعب تنفيذ الرؤية الروسية السياسية داخل روسيا وتحويل المكتسبات العسكرية إلى إنجازات سياسية واقتصادية هدية بمعنى أنه ورقة ضاغطة تملكها الآن موسكو باتجاه دمشق وطهران بإمكان أن تكون نافذة للتسوية التي تريدها روسيا هذه المرة في الحقيقة القيصر لا يتفق الإدارة الأمريكية لا تتفق بشكل كامل مع الرؤية السياسية الروسية للحل في سوريا ولذلك جاء هذا القانون ومن ضمن أهدافه محاولة التوصل إلى رؤية استند إلى جينيف والقرار 22-54 ومن ثم ربما يكون هدية من ناحية أن موسكو تزيد الضغط على الأسد ولكن ليس هذا هو الأمر أعتقد ولكن ليس هذا الأمر من روسيا تدرك ومن متابعاتي أنه لا بديل بالنسبة للحفاظ على مصالحها في سوريا إلا الأسد فيها الوقت الحالي هذه هي المشكلة الكبرى لا من سيدمن لروسيا وجود القاعدتين العسكريتين لمدة خمسين عاما في سوريا إذا غاب الأسد لابد من الدخول فيه عملية طويلة مع الولايات المتحدة لبحث هذه النقاط كلها واعتقد أن قانون قيسر ربما يفتح الباب إلى هذه النقاشات ولكن هو يفتح الباب لنقاشات سواء للضغط على نظام الأسد عبر روسيا أو أيضا للضغط على روسيا عبر هذا القانون لم يكن فيه محاولة للتواصل إلى تسوية سياسية وإذا أردت أن تعرف رأي حول هذه العملية أعتقد أنها سوف تأخذ وقتا طويلا لأن لدى القيادة الروسية باعا طويل أو باع طويل في عملية المماطلة في هذه العمليات هي ممكن تدخل في حوار معلولات المتحدة حول هذا الموضوع على أمل أنه تماطل وتقلل من تأثير قانون قيسر أو تقلل أو تفارمل سرعة الإدارة الأمريكية وتحديدا السلطة التنفيذية في فرض عقوبات على الجانب الروسي وممكن أن تقدم بعض الوعود للإدارة الأمريكية ولكن هذه عملية كما نعلم سوف تستغرق وقتا طويل ولن تحل بشكل نهائي قبل الانتخابات الأمريكية القادمة ومن ثم روسيا تشعر بدون شك بالغضب من هذا القانون وتشعر أنه يعقد وجودها على الأقل لمساعيها للاستحواذ على القسم الأكبر من الكعكة في سوريا سأستفهم أكثر من الأستاذ أحمد رمضان انضم إلينا أستاذ أحمد أهلا بك حيث تكعدوا لهيئة السياسية في الإتلاف الوطني موجود في اسطنبول أستاذ أحمد هناك موقف أمريكي لا أعرف إذا كنت توافق أنه لأول مرة هناك موقف واضح أمريكي تستطيع المعارضة أن تفهم هذا الموقف لكن إلى أي مدى هذا الموقف العقابي الاقتصادي أتى على مستوى طموحاتكم في موقف انقلابي نوعا ما للولايات المتحدة تجاه الشأن السوي مساء الخير سيد محمد لك ولضيفك ولسادة المشاهدين لا شك أننا كنا نأمل حقيقة أن هذه الإجراءات تتم عبر آلية مجلس الأمن لكن بالنظر إلى تعطيل هذه الآلية من قبل روسيا والصين باستخدام الفيتو بشكل مستمر كان لابد من اللجوء إلى آلية خارج إطار مجلس الأمن وكنا نأمل أيضا أن تكون آلية الكونغرس الأمريكي المعتمدة قد جاءت قبل سنوات ربما وفرت آلاف الضحايا الذين قتلوا على يد الأسد وميليشياته لكن على كل الآن نحن أمام واقع جديد هذا القانون يأتي تطبيقه في ظل تأزم الفئات المستهدفة من سواء تعلق ذلك بإيران التي تعتبر داعم رئيسي للنظام وتعاني من مشكلات كبيرة وأيضا النظام نفسه الذي يعاني الآن ولا يملك قدر على طرح خيارات لمواجهة هذا القانون لذلك لم نسمع حقيقة من قبل أي من النظام لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي أي إجراءات يمكن وصفها بأنها فاعلة تؤدي إلى الوقوف في وجه تشريعات دعني أفهم منك أستاذ أحمد بنسبة لكم ما الذي تغير في الموقف الأمريكي هناك نظام عقوبات أمريكي ضد سوريا ما الذي تغير حاليا طبعا الإضافة الجديدة أنه أي أجنب يتعامل مع نظام السوري يتم معاقبته لكن هل هذا كافي العقوبات السابقة كانت تؤدي إلى إضعاف النظام لكنها تمكن حلفاء النظام والذين يتعاملون معه من التحايل على هذه العقوبات بوسائل عديدة العقوبات الجديدة ربما تعتبر الأشمل الأقصى الأوسع العقوبات التي يمكن أن تفكك ماكنة النظام لأنها تستهدف المؤسسات السيادية نتحدث عن البنك المركزي نتحدث عن مؤسسات أنشأها النظام بعد 2011 وواجهات تستطيع العمل مع الخارج بتفادئ العقوبات السابقة وأيضا هي تستهدف كل من يمد يد العون للنظام ويحاول أن يتغلب أو يحتال على العقوبات التي يعتمدها القانون ولذلك أعتقد أن استهداف الآن هذه العقوبات للنظام شيء واستهداف العقوبات لحلفاء النظام شيء آخر ولذلك نجد ردة الفعل المرتبكة الحائرة من قبل حلفاء النظام عندما استمعنا إلى خطام حسن نصر الله ولم يكن لديه بدائل واستمعنا إلى التحركات والتصريحات الإيرانية وأيضا لا تملك حلول لهذه الأزمة وأيضا الجانب الروسي القلق الآن من أن تطال العقوبات لمؤسساته وشركاته وتؤدي أيضا إلى مواجهة إضافية أعباء إضافية لما كان عليه الوضع في السابق نحن أمام مرحلة جديدة حقيقة في هذا القانون والجدية التي أظهرتها الإدارة الأمريكية في تطبيق هذا القانون مستهدفة الآن القمة في النظام وحلفائه أيضا يجب أخذها بعين الاعتبار طيب سيد أحمد هناك طبعا أحد المقالات التي قرأتها التي قالت أن هذا القانون هو حوار روسي أمريكي وللأسف أيضا في كثير ما يقولون أن العامل السوري سواء معارضة أو نظام أصبحوا خارج الجدل في هذا الشأن هل تبلغتم رسميا من الجهات الأمريكية موقفا أمريكيا يفيد على المعارضة أن تتموضع بشكل آخر هذه المرة لأن هذه اللقوبات ذاهبة باتجاه فرد تسوية يعني أولا لابد من الإشارة إلى أن السوريين سواء كانوا في مؤسسات المعارضة الوطنية أو في مؤسسات المجتمع المدني عملوا بجهد كبير من أجل إقرار هذا القانون ومتابع التنفيذي ونحن في الاتلاف لدينا لجنة خاصة لمتابع التطبيق هذا القانون وقد اجتمعنا قبل أيام مع الوفد التقني الأمريكي أيضا الخاص بتطبيق قانون قيصر وكنا على اطلاع حول رؤية الجانب الأمريكي لتطبيق هذا القانون وهناك أيضا اجتماع متوقع بعد السريان هذا القانون وبالتالي هناك يعني تعاون وهناك أيضا أستطيع أن أقول تشاور بين مؤسسات المعارضة وبين الجانب الأمريكي فيما يتعلق بأبعاد هذا القانون الجانب الأمريكي يعني نحن نتحدث هنا عن الألية الفنية فيما يتعلق بالرؤية السياسية هناك وضوح حقيقة بالنسبة للجانب الأمريكي هناك دفع للنظام لكي يذهب إلى التسوية السياسية دون مماطلة هناك ضغوط على حلفاء النظام لعدم تمكين النظام من الإفلات من العقاب أو أيضا استمرار عملية التعطيل للعملية السياسية وكذلك هناك رؤية إيرانية واضحة فيما يتعلق بالتغلغ الإيراني في سوريا والمنطقة هناك إعلان واضح بأنه ينبغي تحجيم وتقليم أظافر إيران إن صح التعبير أو إخراج النفوذ العسكري والأمني لإيران من داخل سوريا وهذا الأمر عبر عنه المسؤولون الأمريكيون بشكل واضح وأعتقد أن إيران تدرك الآن أنها أحد المستهدفين الرئيسيين من قانون قيصر من الذي سيستطيع أن ينهي النفوذ الإيراني في سوريا طبعا هناك من يعتبر أن روسيا لا تريد ولا تستطيع يعني الجانب الروسي الحقيقة لديه مصلحة في تحجيم هذا النفوذ ربما التخلي المطلق عنه شيء آخر لكن نعلم جيدا أن إيران بتغلغلها الآن في سوريا أصبحت تشكل نوع من العبئ والتحدي للجانب الإيراني وهذا معبر عنه في كثير من الأماكن ربما لاحظنا في الأسابيع القليلة الماضية أن روسيا بدأت تبسط نفوذها بشكل واضح على منطقة الساحل سواء تعلق الشريط الساحلي بموانئه نحن نتحدث عن حوالي 190 كم أو الامتداد البر لمنطقة الساحل هناك أيضا نعز من السيطرة الروسية كذلك هناك الآن محاولة روسية لتعيين قادة وضباط كبار كمسؤولين عن الجبهات العسكرية والقطاعات مثل قطاع أدلب قطاع حلب وغيرها بمحيث تعمل كل القيادات العسكرية تحت الإمرة الروسية وهؤلاء مربطون بقاعدة حميميم هناك خلاف روسي إيراني فيما يتعلق بالوضع في الجنوب منطقة درعا والسويداء كذلك هناك روسيا تحاول أن تهدئ الوضعية هناك لأنه ليس لها مصلحة بانفجار الوضع العسكري بخلاف ما تحاول عليه إيران أيضا إيران تحاول أن تثير القلاقل في شرق سوريا وخاصة منطقة البوكمال ودير الزور كل هذه القضايا التي تحاول إيران الآن أن تتجه فيها إلى التصعيد ليس هناك مصلحة حالية روسية في هذا الأمر هذا يعمق يعني خلنقول الخلافات بين الطرفين وأعتقد أن الجانب الروسي لديه مصلحة في التحجيم لكن ربما هو يستعين بالتطورات الراهنة للوصول إلى هذا في هذا الشأن دكتور هاني شادي من موسكو هل روسيا لديها اليوم مصلحة أنا أريد أن أستعير تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أشاد بالدور البناء الأمريكي في ليبيا هل هذا ممكن أن ينسحب أيضا في سوريا في الحقيقة في الحقيقة كنت أود الإشارة إلى هذا التصريح لأنه تصريح هام في رأيي لأنه نوع من المساومة تقريبا بين ليبيا وسوريا أو الربط بين الدور الأمريكي الممكن في ليبيا والدور الأمريكي في سوريا أعتقد أن لفروف كان يمهد برأيي للدخول في حوار مع الولايات المتحدة مجددا في سوريا بعد سريان مفعول قانون قيصر هو أعطى انتباع الوزير الروسي بأنه يمكن أن يسمح للولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها أو على أقل ترحب روسيا بهذا النفوذ في ليبيا لوقف إطلاق النار أعتقد أن هذا ينطبق أيضا على سوريا وروسيا كانت صرحت أكثر من مرة عبر السنوات الأخيرة عن ترحبها بدور الأمريكي في التسوية السورية ولكنها هي لديها رؤية معينة لهذه التسوية أعتقد أن الولايات المتحدة لا تتفق معها بشكل كامل ودول أخرى أيضا أود الإشارة أيضا بالنسبة لموضوع إيران كما أسلافت روسيا يمكن أن تكون لها مصلحة في تقليص النفوذ الإيراني في سوريا ولكنها لا تستطيع بالفعل أنتوني هذا النفوذ ويجب أيضا أن نشير إلى نقطة أهمة إيران تعتبر برأي أحد أدوات أو أوراق السياسة الروسية في المنطقة أو منطقة الشرق الأوسط وفي المساومات الكبرى مع الولايات المتحدة ومن ثم موسكو لن تقدم أبدا على أنها تخسر هذه الورقة بشكل نهائي ومن ثم لا تصبح لديها أحد الأوراق الهامة التي رهنت عليها بالمناسبة منذ تسعينات القرن الماضي بيروت أستاذ محاسن مرسل هل هناك ولو بشكل سريع أيضا هل تعتبرين حاليا أن هناك توزيع أدوار بين الحكومة اللبنانية موقف لبنان الرسمي وبين حزب الله والأمين العام لحزب الله على الأقل السيد حسن نصر كان له موقف واضح في رفض قيصر وفي تجاوز قيصر أيضا في هذا الشأن هل بالمقابل المؤسسات اللبنانية تحدث عن تيار الوطني الحر أيضا مصلحة جبران باسيل في هذا الشأن في أن يتعايش مع هذه المحددات التي يفرضها قيصر نعم بالتأكيد هناك توزيع أدوار لا بل على العكس يعني الحكومة اللبنانية اليوم ولا يخفى على أحد هذا كلام ليس فقط بالسياسة بل الاقتصاد وبالمال وبالنقد يعني الوضع الحاصل تعمل بتوجيهات من أمين عام حزب الله وأيضا حسن نصر الله وأيضا رئيس رئيس الطيار الوطني الحر جبران باسيل صمت الحكومة من جهة ثم خروج ثم خروج أمين عام حزب الله في الأمس يتكلم فيها عن استبدال الاقتصاد اللبناني والتوجه نحو الشرق عنيت فيها الصين غامزا من قناة أنه عدم التأثر في العقوبات الأمريكية سواء هفبة واحد وهفبة اثنان وما صدر عنهم من لوائح تطبيقية وأيضا من موضوع قانون قيصر في المقابل نرى هناك صمت مطبق من التيار الوطني الحر إنما هذا الصمت يعني لا يسمن ولا يغني من جوع هناك عقوبات في حال وجدت الإدارة الأمريكية وأيضا من خلال تحقيقات بأن أي شخصيات لبنانية وحتى لو كانت من الصف الأول وهذا الأمر يعني كما تعلم سبق وحصل في العام 2017 عندما كانت مسودة هفبة اثنان أو المتعلق بالعقوبات على حزب الله تتكلم عن إدراج شخصيات لبنانية من الصف الأول والثاني على لائحة هذه العقوبات ما دفع تحرك ديبلوماسي لبناني نحو واشنطن للسعي للتقليل من حدة هذه العقوبات لنجد في العام 2019 إدراج نائب من حزب الله يعني بالأحرى رئيس كتلة المقاومة محمد رعد وأيضا أمين شري وهو نائب من حزب الله على بيروت ومن ثم أدرجت جمال تراست بانك وهو مصرف اتهمته وصفية ذاتيا قدرت يومها الأموال اللبنانية الأموال التي خرجت من المصارف اللبنانية بقيمة مليار دولار أعطيك هذا المثال لأقول لك مدى تأثير العقوبات الصعب على الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي وأيضا على سوق النقد عدم اتخاذ موقف رسمي والاتفاء بتمرير رسائل مبطنة هو لم يمنع ولم يمنع الإدارة الأمريكية في حال وجدت شخصيات لبنانية ستقوم بإدراجها على لائحة العقوبات هناك كلام اليوم على أن هناك 16 شخصية سواء كانت اقتصادية أو حتى سياسية يدرس بالمسودات على أن تدرج على لائحة أستاذ محاسن يمكن تدركنا الوقت أشكرك جزيلا الشكر كنت معنا من بيروت حضرتك متخصصة في الشأن الاقتصادي أشكر أيضا دكتور هاني شادي المتخصص في الشأن الروسي كنت معنا من موسكو اشتركوا في القناة